حم صلاح يمكن من ضمن الحاجات اللي انت يعني التجارب الجديدة البرنامج السطوح حم صلاح مين اللي اقناعك بالفكرة دي المنتج احمد نور شاب جميل اوي انا حبه جدا رغم الظروف الصعبة اللي اتعرضت له للبرنامج انت حرف طبعا الظروفة هو كان مرتبط بقناة عشان بيعمل معاي شغل وحياة كده وبتاعه القناة كان متمر بظروف صعبة وانا كنت ده كان مجد ضمن تحفظات يعني خبلك انما الفكرة الحقيقة عادنا عليها واشتغلنا عليها كتير كان في معاناة في التنفيذ طب انت شايف يعني معلش عم صلاح انا اسف على المقاطع بس يعني يعني هو لازم الفنان يقدم برنامج يعني انتوا دخلين علينا كده يعني مثبونا نشتغل يا جماعة طب ما تديني فرصتي انا مثلا انا مثل ان شاء الله حتى بص البطلة بصيني عمره وفيه كتير والله لا لا بس حاجات صغيرة ماشي بقى مش عارب بقى بص اكتشفني يا عم صلاح يا سلام اكتشفني والله يا سلام ده انت جامبر بير بجد والله اعمر ايه يعني عارف عن ايه جامبر بير ده يعني اللي هو فتح اللي هو حلم الله يعني عمد بص حتى جامبر بير ده اختلف مش كده ولا ايه المقيسه اختلفت مش كده ولا ايه مش كده ولا ايه شوفت بقى ايام مثلا شكري سرحان وامر الشريف ووحمد زكي ووحمد زكي ووحمد زكي وبتاع اخبالك اه 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 ماليه بعدين يجزر حسين فهمة مسلا ايه بعدين عادل امام مسلا اللي هو يروعام الام اه طب بعدين محمد رمضان مش انا اخبالك فتحس ان الزمن ايه ساعات ياخد حاجات ويرجعها تاني المقيس بتتغير زي اللبس زي الموضة صحيح مش فيه لبس صح بطل خالص ابتده يرجع تاني انتش عارف الشاكتة اللي هي البنطلون